موسيقى مشاهدينا نرحب بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية وفي أبرز العنوين ترقب لتمديد هدنة غزة ومكتب نتنياهو يتحدث عن إشكاليات في قائمة اليوم الأخير قوات إسرائيلية تعتقل ستة وعشرين فلسطينيا في الخليل وتقتحم مخيما في رمض وفي دول لجنة العربية الإسلامية في برشلون ضمن جولة دولية حول أزمة غسل مدمرة أمريكية تفشل محاولة حثية لاستهدافها وخصوصها تطاف سفينة في خليج عد مشاهدينا نرحب بكم من جديد دخلت الهدنة المؤقتة في غزة يومها الرابع والأخير وسط محادثات جارية لتمديدها وأمال بأن تقود إلى وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع هدنة أتاحت الإفراج عن أسرى بين حماس وإسرائيل وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة ومنحت السكان في غزة ولو قليلا بالتقاط الأنفاس وتفقد منازلهم المدمرة لكنها كشفت عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع جراء الغارات الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامن نتنياهو تلقي قائمة أسماء الدفعة الرابعة من المحتجزين المقرر للإفراج عنهم اليوم وقال مسؤولون إسرائيليون يدعط أحنط إن هناك إشكاليات كبيرة في القائمة التي قدمها الوسطاء وأن المفاوضات جارية لتغييرها وأشار التقارير الإسرائيلية إلى تلقي قائمة جديدة من الوسطاء بأحد عشر إسما من المحتجزين لدى حماس للإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من صفقة التبادل وحول تمديد الهدنة بدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامن نتنياهو ترحيبه باحتمال إطلاق سراح عشر رهاء آخرين مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في المقابل أعلنت حركة حماس أنها تسعى إلى تمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية وفي السياق ذاته أكدت مصادر إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلية اجتمع أمس وبحثت استمرار عملية إطلاق سراح الرهاء وتمديد الهدنة كشف المتحدث باسمي الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس عن مؤشرات على أن حماس كانت تنقل الرهاء خلال فترة الهدنة الإنسانية الحالية واتهم كونريكوس حماس بأنها تريد استخدام كل رهينة لديها لممارسة ضغط سياسي على حد قوله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال لسي أن أن إن حماس خرقت بنود الهدنة بإطلاق سراح مراهقة دون والدتها مدعية عدم معرفتها بمكان الأم بينما أبلغت الإبنة الجيش بأنها ووالدتها كانتا معا حتى قبل يومين من إطلاق سراحها وكان نتنياهو قد أكد أثناء لقائه بمجموعة من الجنود في قطاع غزة أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف من خلال الحرب وهي القضاء على حماس واسترجاع الأسرة ووضع حد لأي تهديد قادم من غزة نبذل كل جهد ممكن من أجل استعادة المختطفين وفي نهاية المطاف سنعيدهم جميعا لنا ثلاثة أهداف في هذه الحرب القضاء على حماس وإعادة جميع مختطفين والتأكد من أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا على إسرائيل أقول للمقاتلين وللمواطنين سنستمر حتى النهاية حتى يتم تحقيق النصر لن يقفنا شيء ونحن على قناعة بأننا نمتلك القوة والإرادة والإصرار لتحقيق جميع أهداف الحرب وهذا ما سنفعله وصف المسؤول بوكالة الأمم المتحدة للطفولة يونسف جيمس إلدر وصف حالة المواطنين في غزة بأنهم يائسون للغاية حيث يعانون من العطش والجوع بسبب الحرب بحد تعبيره الناس يائسون للغاية يمكننا أن نرى ذلك في أعينهم لم يأكلوا منذ فترة الأطفال أصبحوا أكثر نحافة لم يحصلوا على طعام لفترة أيضا لقد تمكننا من الوصول إلى المستشفيات وإتمام توصيل المساعدات وهناك ارتياح عام ليست مبالغة ولكن بعض الناس عندما يحصلون على الماء يشربونه فورا ولا ينتظرون أخذه إلى منازلهم لأنهم عطشا منذ أيام الخوف الكبير لليونسيف أن يؤدي هذا إلى انتشار أمراض منقولة عبر المياه كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للعربية كشف أن البيانات مقلقة ومخيفة حول احتمالية حدوث مجاعة في غزة كما أن المساعدات التي تدخل غزة قليلة جدا مشددا على وجوب فتح المعابر ودون شروط للأسف شبح المجاعة لم يختفي من قطاع غزة لدينا بيانات وإحصائيات مخلقة ومخيفة يعني ما يقارب من حوالي 500 ألف أو نصف مليون امرأة حامل ومرضع وطفل يعانون من احتياجات فقدان احتياجات أساسية للتغذية هناك ما يقارب من حوالي 7000 طفل يعانون من التقزم حوالي 4000 يعانون من هزال يعني حاد يحتاجوا إلى تغذية والعدد الزاد طبعا مع هذه الأزمة فهناك تخوف طبعا المساعدات التي تدخل كما كنا سابقا هي كقطرة في محيط حجم الاحتياجات كبير جدا جدا يجب أن يفتح المعبر لفترات طويلة دون انقطاع ومن مدينة خان يونس ينضم إلينا مراسل العربية أحمد حرب أحمد أهلا بك أحمد كيف هو الوضع الآن في خان يونس وفي مناطق الجنوب بشكل عام وكيف تصل إلى هناك يعني قافلات المساعدات نعم زميلتي يعني معبر رفح من خلاله تدخل المساعدات وتتدفق إلى قطاع غزة منذ الأمس أو منذ أول أمس كان هناك دخول ل196 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والتموينية والمياه والمستهلكات الطبية وأيضا هناك شاحنات الوقود وغاز الطهي دخلت إلى قطاع غزة في اليوم الأول أيضا أمس كان هناك دخول لأكثر من 70 شاحنة بنفس الوتيرة ونفس الحمولة من المواد الغذائية والوقود وغاز الطهي واليوم أيضا اليوم الأخير هو للهدنة الإنسانية المؤقتة سوف تدخل عدد كبير من الشاحنات إلى قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية وأيضا المحافظة الوسطى وبالتالي هذا ينعكس على سكان هذه المناطق بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بدخول الوقود وأيضا غاز الطهي إلى قطاع غزة المواطنين بدأوا ينتعش أو القطاعات بدأت تنتعش من خلال دخول الوقود وغاز الطهي خاصة حركة النقل والمواصلات أيضا استخدام المواطنين لغاز الطهي بعد أكثر من 50 يوم كانوا يستخدمون الطرق البدائية في عملية الطهي بالطبع هذه المساعدات تساعد كثيرا خاصة المواد الغذائية والتمونية والإغاثية توزيعها أيضا على المراكز الإيواء التابعة لوكالة الأنروا على المشافي في كل المناطق الجنوبية وأيضا المحافظة الوسطى بالإضافة أيضا دخول مساعدات أكثر من 50 أو أكثر من 100 شاحنة دخلت خلال يومين الماضين إلى المنطقة الشمالية لقطاع غزة حيث جباليا وبيت حنون وأيضا بيت لاهية وأيضا في مدينة غزة في وسط المدينة المساعدات دخلت عبر الهلال الأحمر الفلسطيني تحمل المواد الإغاثية وأيضا البطانيات والأغطية تحمل حليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب هل من المساعدات أيضا خيام يمكن أن تحل ولو بنسبة ضئيلة إشكاليات الإيواء في المناطق الجنوبية التي يتكدس فيها أعداد كبيرة من النازحين يعني بعض المؤسسات الدولية تعمل على إدخال الخيام والكارفانات أيضا إلى المناطق الجنوبية كما ذكرت التي يتكدس بها ألاف النازحين نحن نتحدث عن مليون وسبعمائة ألف نازح كما تقول وكالة الأنروا وصلوا إلى المناطق الجنوبية وما زالت حالة النزوح مستمرة حتى الآن من المناطق الشمالية بالأمس وصل إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي دفعة جديدة من النازحين الجدد من المنطقة الشمالية وبدأوا بنصب الخيام وتجهيزها من أجل الإقامة بها وبالتالي يعني الوضع الإنساني كارثي خاصة فيما يتعلق بالنقص في المواد التي تعمل المؤسسات هنا على إنشاء الخيام وبالتالي تعمل المؤسسات الدولية كما ذكرت على إدخال الخيام ولكن حتى هذه اللحظة لم تدخل ولم نرصد أي من الخيام التي تدخل عبر معبر رفح أو حتى الكارفانات التي بعض المؤسسات تعمل مع الجهات الخارجية من أجل إدخالها إلى قطاع غزة وأيضا وضعها في بعض المساحات الواسعة في المحافظة الجنوبية خاصة رفح وخنيونس من أجل دعوة النازحين إلى الإقامة فيها ولكن حتى هذه اللحظة هناك صعوبة في توفير المواد أصلا التي تستخدم في عملية إقامة الخيام من البلاستيك والأخشاب وأيضا غالية الثمن وبالتالي غير قادرة العائلات النازحة من المناطق الشمالية التي تركت منازلها وكل احتياجاتها من أجل شراء هذه الخيام والمعدات وبالتالي هناك صعوبة رصدنا عدد كبير من المواطنين النازحين ما زالوا متواجدين في الساحات العامة هنا في ساحة مجمع ناصر الطبي لم يجدوا حتى الآن خيمة يقيم بها معهم أطفال ونساء وبالتالي الوضع الإنساني كارتي وما زالت حركة النزوح مستمرة وهذا يزيد الأمر صعوبة على المستوى الإنساني نشكرك جزيلا كنت معنا من مدينة خاني وونس مراسل عربية أحمد حرب اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة يعبد في غرب مدينة جينين بالدفعة الغربية وذلك في تواصل لعملية التواغل والاعتقالات بالمدينة ونشر تلفزيون فلسطين تسجيلا مصورا لمركبات إسرائيلية مدرعة في عملية الاقتحام وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت أيضا بلدة جبع جنوب جينين كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات في الدفعة الغربية حيث اعتقلت عددا من الأشخاص بينهم 26 شخصا من بلدة بني نعيم شرقية الخليل واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الجلزون بمدينة رامالله ونفذت اقتحاما آخر لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحة وجرى سماع دوي إطلاق نار بالتزامن مع حصار أحد المنازل وسط اجتباك مسلح بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وأيضا أفدت تلفزيون الفلسطيني باقتحام مناطق في نابلس وبيتونيا حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة ومعنا من رامالله مراسل العربية عبد الحفيظ جعوان عبد الحفيظ أهلا بك إذن عبد الحفيظ حملات الاقتحام تتوسع يوما تلوى الآخر في الدفاة الغربية الآن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام منطقة سيعبت التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بعدما كانت قد اقتحمت في وقت سابق أيضا بيت لحم بلدة بيتونيا وبعدما سجلت الشباكات بمناطق أخرى في جنين ومخيم عقبت جبر ما الذي يحصل الآن وما الذي تعنيه كل هذه التوسعات نعم هو ذات المشهد يتكرر في الضفة الغربية كل ليلة باستثناء ربما عدم سقوط ضحايا هذه الليلة خلال الحملة العسكرية المكثفة التي تواصلها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تستهدف كما تقول إسرائيل القضاء على البنية التنظيمية لحركة حماس وأيضا تفكيك بعض المجموعات المسلحة شمال الضفة الغربية إضافة لاعتقالات وقائية تسميها إسرائيل لمنع الفلسطينيين من أي ردود فعل أو تنفيذ عمليات اتجاه أهداف إسرائيلية خلال هذه الليلة وصباح هذا اليوم نفذت القوات الإسرائيلية عدة عمليات اقتحام وتوغل داخل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية أصفرت عن نحو سبعين حالة اعتقال حتى هذه اللحظة المميزة هذه الليلة هو الاعتقالات الجماعية التي تحدث أحيانا وينفذها الجيش الإسرائيلي بمعنى دخول بعض البلدات والقرى ومنع التجوال واقتحام المنازل واعتقال عدد كبير من المواطنين في بن عيم مثلا قرب الخليل اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 26 فلسطينيا في قرية كفر نعمة غرب رمالة اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيا وفي باقي الضفة الغربية كذلك الأمر وإن كانت عدد الاعتقالات فرادة ولكن ايضا اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة جبع جنوب جنين وكان لافتا أن الجيش الإسرائيلي لم يعتقل الأهداف التي يريدها أو الشبان المطاردين أو المطلوبين وإنما اعتقل ذويهم مثل الأب أو الأخ وأحيانا يعتقل حتى الأمهات والأخوات في سياسة أيضا متبعة في الضفة الغربية وذلك من أجل الضغط على بعض المطاردين والمطلوبين لتسليم أنفسهم بمعنى يأخذ الأهل كراهاء ويتم الضغط على المطارد لتسليم نفسهم مقابل الإفراج عن الأهل حدث ذلك في جبع حيث خمسة من أهالي القرية اعتقلوا قرهاء إلى حين تسليم ذويهم أنفسهم لقوات الإسرائيلية كذلك في الجلزون في مخيم عسكر في مخيم بلاطة أيضا في قراء الخليل جنوب الخليل نفذت وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات الاعتقال الموسعة هذه نعم نشكرك جزيلا كنت معنا من رامالله مراسل عربي عبد الحفيظ جعوان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجهودة ديبلوماسية مستمرة إلى حين إخراج جميع المحتجزين لدى حماس مشيرا إلى أنه تم إطلاق صراح طفلة أمريكية إلى جانب 13 آخرين عادوا أمس إلى إسرائيل فتاة صغيرة تدعى أبا غيل بلغت الرابعة من عمرها قضت يوم ميلادها وخمسة عشر يوما آخرين محتجزة لدى حماس اليوم هي حرة وأنا وجيل ندعو لأن تكون بخير أبا غيل كانت ضمن 13 محتجزا آخرين ممن أطلق صراحهم من غزة ضمن جهود ديبلوماسية مكثفة هي الآن آمنة في إسرائيل ونضغط لأن يتم إطلاق صراح آخرين ولن نتوقف حتى يعود الجميع لأحبائهم وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل على إطالة أمد الهدن الإنسانية في قطاع غزة لما بعد غد لضمان خروج المحتجزين والإبقاء على تدفق المساعدات الإنسانية يتم إدخال المساعدات الطارئة إلى غزة في الوقت الذي يتم فيه إطلاق صراح الرهائن هدفيه هو إطالة أمد هذه الهدنة لما بعد غد لضمان خروج المحتجزين والإبقاء على تدفق المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في غزة أعلن مدير المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بقطاع غزة عن عودة مباشرة للعمل في المستشفى اعتبارا من اليوم كما سيستقبل المصابين في القطاع مدير المستشفى الميداني الأردني أوضح أيضا أن سعة المستشفى تبلغ 41 سريرا قابلة للزيادة إضافة إلى 41 حضانة في قسم الأطفال الخدش عبر نازحون عن فرحتهم بالتهديئة النسبية واسئنا في حركة الأسواق في خان يونس وطالبوا بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع أملينا بتوقف الحرب وضع مستقر شوية وفيه هدنة وخرجت من الكام لأتتوق قدرة وقواكه ما نزلني في البيت أتمنى أن تستمر الهدنة على طول وقت طلاق نار ونخلص من موجة الحرب التي كانت مدمرة على أهل غزة ووقف شلال الدماء النازف وإن شاء الله تروح الأمور للأحسن والأفضل إن شاء الله إحنا مطلبنا واحد عودة الناس النازحين إلى بيوتهم إلى ديارهم في شمال غزة في بتلايا في بتحنون في الشاطئ في تل الهواء حركة كويسة يعني في حركة كانت ميتة الحركة قبل لناس لا عارفة لا تطلع ولا تنزل إحنا في أمان كده كويس يعني الحياة كويسة وان الواحد ما بده بروح وان الواحد بده بيجي بروح وبيجي عادي يعني الأمور تمام الحمد لله في روحة نفسية نوعا ما فيش طيران فيش سماع قصف منسمعش أنه في شهداء هذا كتير إشي بأثر علينا في نفسياتنا والله يعني بني أقولي شوية تحسنة الأمور ومتمنى تضلع هيك متحسنة وتمنى تخلص الهددة لأنه الشعب نفسه بشكل عام كله تعباد أنا اللي بحكي معاك نازح من شمال غزة أطلعنا من مدة أربع خمس يام أكلنا يعني القصف بشكل عام في كل مكان كان متمنى الأمور يتخلص يعني ما ظلش فينا طاقة ما ظلش يتحمل قدنا الإنسان يتحمل تحملنا قبلك حروب كتيرة بس زي هذا الحرب عمرنا ما شوفنا متمنى إن شاء الله تتخلص عن قريب يعني الشعب كله يرجع كله يرجع لبيت وحتى أنا واحد من الناس لو بيتي كان رايح متمنى أرجع بيت أعمال خيمة وقعد في بيته وارتح أنا واحد من الناس شايف هنا السوق سيما مسمعين ما شاء الله الناس كانت مخلوة قبل بس اليوم الناس تطلق تتحرك تشتري بتجيب غاضي بيتها إياها إيش بدها بتلاقي موجود تشتري معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في غزة صحفية خولة الخالدي خولة أهلا بك خولة كما أوردنا قبل قليل يعني المستشفى الأردني يرتقب أن يستقبل العديد من المرضى خلال الساعات المقبلة هل بدأ الآن في استقبالها أم لا وماذا أيضا عن أوضاع المستشفيات الآن في ظل احتمالات مفتوحة على كل اتجاهات بشأن سواء الاستمرار في الهدنة أو وقفها نعم عمليات الترقب هي تعيشها الآن المستشفيات الفلسطينية حالها كحال لسان المواطن الفلسطيني والذي يعيش في حالة الترقب هذه منذ بداية أعلان هذه التهدئة وبوادر الحديث عن تهدئة لربما قد تكون استكمالا لهذه التهدئة والتي هي اليوم في اليوم الأخير لها هو اليوم الرابع الآن المستشفيات الفلسطينية ومع دخول شاحنات المساعدات منذ اليوم الأول لكميات الوقود والمستلزمات الطبية عملت على وضع خطة وخطة بديلة أيضا لاستخدام هذه المستلزمات والمعدات الطبية عمليات إخراج أكبر عدد ممكن من المرضى والجرحة إلى خارج أسوار قطاع غزة وبالتالي عمليات إفراغ لعدد من الأقسام وتجهيزها بما يلائم لاستقبال أعداد أخرى من الجرحة في حال استكمال الحرب الإسرائيلية كميات الوقود أيضا التي دخلت ووزعت على المستشفيات الفلسطينية تم تقنينها وعمل دراسة واضحة عليها من أجل استمراريتها لأكبر مدة زمنية ممكنة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي أعلنت في وقت سابق عن مطالباتها بإدخال كميات أكثر وفرة من وادة الوقود تحديدا من أجل تشغيل المستشفيات شاحنات المساعدات بالإضافة أيضا إلى تشغيل مخطات الكهرباء وتحلية المياه وهي لربما القطاعات الأبرز في قطاع غزة التي توقفت منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني سيزيح كثير من العبء الواقع على المستشفيات الفلسطينية خاصة في المحافظات الجنوبية ومع الأعداد الكبيرة للنازحين والعائلات الفلسطينية والجرحة والذين تكدست أعدادهم بشكل واضح في المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية لذلك كان لزاما على هذه المستشفيات أن تعمل بجد أكبر وتحضير لهذه المستشفيات الميدانية لتخفيف العبء الواضح على المستشفيات الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالجرح والأوضاع الميدانية في هذه الأجواء خولة أيضا ماذا عن عملية البحث عن الجثمين من تحت الأنقاض هل يتم الآن محاولة إخراجها تفاديا لوقوع أي كارثة بيئية وكما كان يتم الترويج له خلال الأيام المقبلة وسط مخاوف كبيرة من هذا الأمر نعم فعليا بدأت هذه العملية منذ اللحظات الأولى والتي تم فيها الإعلان عن دخول التهدي أحيز التنفيذ شاهدنا عملية انتشار واضحة لطواقم الدفاع المدني الجرفات والآليات بالإضافة أيضا إلى سيارات الإسعاف وأيضا السيارات المدنية وجهود المواطنين الفلسطينيين كلنا يعلم بأن هناك كان أزمة في أعداد هذه الآليات بشكل واضح لذلك كان هناك جهود من المواطنين الفلسطينيين في المساهمة في إزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية وبالتالي البحث في الأنقاض عن الجثث والجثامين المتواجدة داخل ركام هذه المنازل تم الإخراج العشرات من هذه المنازل المدمرة ووصلت إلى المستشفيات الفلسطينية وأبرزها مستشفى الشهداء الأقصى بالإضافة أيضا إلى الشوارع الرئيسية أبرزها شارع الرشيد وشارع صلاح الدين والذي أخرج منه أكثر من 18 جثمان غالبيتهم من نساء فلسطينيات تم إطلاق النار عليهم في أوقات سابقة وغالبيتها كانت جثامين متحللة تم عمل الإجراءات الطبية لازمة من أجل عملية الدفن بالشكل الملائم وبالتالي تم التخلص من كافة المظاهر التي قد تتعلق بانتشار أوبئة في قطاع غزة نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية أو لوجود جثامين في مناطق ركام وفي مناطق مدمرة بالتالي هذه العملية تكاد تكون قد أنجزت وبشكل نهائي الآن عمليات البحث فقط للتأكد من أنه لا جثامين ولا ضحايا في الأماكن المدمرة وصلت منذ قليل آخر أعداد من الضحايا الذين تم انتشارهم كان لضحيتين في مناطق دير البلح وبالتالي أعتقد أن هذه العملية قد أنجزت بشكل كامل فقط عمليات تفقد وتأكد بأن هذه المناطق هي خالية تماما من أي إصابات أو من أي بقايا حتى للجثامين أو أشلاء لشهداء في هذه المناطق المختلفة نشكرك جزيلا كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في غزة صحفية خولها الخالدي في بعض المراكب تم تدميره أنه يريد الإصلاح وهذا طبعا عمل يدمر الصيادين أو يدمر الصيادين بشكل كامل لا يستطيع الصيادين أو لا يقبوا على بناء شيء جديد ولا يستطيعوا كسب رزقهم هم وعائلاتهم في المستقبل بالبساطة زي ما أنت شايف الدمار الكامل مصدر رزقنا وحالنا البحر فيش أي حاجة غير البحر ولا بديل ولا شي غير الصيد يعني لا شغلة ولا عمل هذا ما الجرائبي ودار عملي لا ظل حسف ولا ظل مكان ولا ظل شيء إنه الزوارج هلكتنا هلك يعني مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الكونغرس الأمريكي وصوت في الرابع من ديسمبر على حزمة جديدة من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا شاهدين نرحب بكم من جديد أكد المتحدث باسم الإلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح دخول مائة شاحنة من المساعدة إلى شمال قطاع غزة وأوضح المتحدث أن المساعدة التي وصلت إلى شمال القطاع ليست كافية وما دخل يمثل ثلاثين بالمئة مما كان يدخل قبل الحرب مشددا على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات حصيلة عدد القتلى في قطاع غزة قد تكون الأكبر منذ مائة عام جراء الحرب الإسرائيلية نتابع المزيد من التفاصيل مع محاسن حدار أرقام غير مسبوقة لدحايا القصف الإسرائيلي على غزة خمسة عشر ألف قتيل ثلثهم تقريبا من الأطفال نحو أربعين ألف جريح بإصابات متفاوتة بالإضافة إلى آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم دفنوا تحت أنقاض المباني المنهارة خاصة في شمال غزة كل هذا في أقل من شهرين منذ اندلاع الهجوم الإسرائيلي الذي تلى هجمات حماس في السابع من أكتوبر حصيلة قد تكون الأكبر هذا القرن فالحرب الأخرى التي هزت العالم هذا القرن وتحديدا الحرب الأوكرانية حصيلتها بالكاد قاربت هذه الأرقام بعد نحو عامين على بدء القتال في أوكرانيا مثلا تقول الأمم المتحدة إن خمسة مائة وستين طفلا قتلوا عدد الضحايا من الأطفال في غزة هو تقريبا عشرة أضعاف هذا الرقم خلال أقل من شهرين وينضم إلينا من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي زياد أهلا بك زياد اليوم الأخير من الهدنة الإنسانية هل هناك أي مؤشرات جديدة وإيجابية بشأن تمديدها في ظل إبداء كل طرف في تصريحات سابقة على استعداده للتمديد؟ هذا صحيح هذا التمديد يبدو متوقعا جدا لأنه منذ أمس الأول هذه الصفقة تتبلور بوساطة قطرية قلنا أن وفدا قطريا فاوض الإسرائيليين في مطار تل أبيب مدة ساعة حول هذا الموضوع وأيضا الوسيط المصري في صورة الوضع المقترح بشكل عام هو أن يكون هناك تمديد لأربعة أو خمسة أيام من وقف إطلاق النار في مقابل إطلاق من أربعين إلى خمسين أسيرا مدنيا إسرائيليا إضافيا يضافون إلى هذه الصفقة الآن التقديرات الأولية لدى الإسرائيليين على الأقل بأن كتائب القسام تملك نحو عشرين من هؤلاء لديها وربما الباقون هم لدى فصائل أخرى في قطاع غزة ولكن يمكن ترتيب ذلك بدءا بيومين في مقابل عشرين بمعنى أن تمدد الهدنة يومين إضافيين في مقابل إطلاق صراحة عشرين أسيرا إسرائيليا مدنيا عمليا في الأيام المقبلة هذا يمكن أن نتعرف عليه فقط عند منتصف هذه الليلة في حال تم هناك صارت الأمور بشكل جيد أيضا في اليوم الأخير من هذه الصفقة بإطلاق أحد عشر إسرائيليا في مقابل استكمال إطلاق المئة وخمسين أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيليا طيب زياد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية كان قد أقر خططا لإستكمال الحرب في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة هل من معطيات جديدة بهذا الخصوص هل من تفاصيل ترشح بشأن هذه الخطة هو لن ينتظر إلى اليوم ليقر هذه الخطط العسكرية أفرج عن الخبر للقول إن إسرائيل عمليا عازمة على استمرار الغزو البري لقطاع غزة الخطط هي عمليا أعدت وتم إقرارها وتشمل أيضا احتلالا للمنطقة الجنوبية وليس فقط في الشمال ومدينة غزة هذا أمر معروف وبالتالي إسرائيل يوميا تتحدث أنها بعد الهدنة ستواصل الحرب البرية على قطاع غزة نتنياهو قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي بذلك وذلك لكي تقول إسرائيل للعالم بأنها لا تريد وقفا شاملا لإطلاق النار وإنما تتعاطى الآن مع وقف مؤقت لإطلاق النار وهذا يدل على وجود خشية لدى الإسرائيليين من ضغط دول متنامي لوقف هذه الحرب أشكرك جزيلا كنت معنا من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن المجلس سيصوت في الرابع من ديسمبر على حزمة لطلبات من الرئيس جو بايدن لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي وأشهر عضو المجلس إلى أن النظر في مشروع القانون واعتماده يعد أحد أهم المهام التي يجب على أعضاء الكونغرس معالجتها إلى ذلك ذكر موقع The Intercept أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجه نحو رفع كل القيود تقريبا على استخدام إسرائيل لمخزون الأسلحة الأمريكية وأشار الموقع الإخباري إلى أن البيت الأبيض طلب إزالة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخيرة التي يسمح لإسرائيل بالوصول إليها من المخزونات الأمريكية المتواجدة في إسرائيل أساسا انتقد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تخصيص الحكومة الإسرائيلية لميزانية لصالح توسيع الاستيطان وقال بوريل أن تخصيص إسرائيل أموالا جديدة لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية لا علاقة له بالدفاع عن النفس ولن يجعلها أكثر أمنا قالت الخارجية الصينية أن الوزير وانجيسا يترأس اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الأربعاء بشأن الوضع في غزة وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن الصين تأمل في قيام مجلس الأمن بدوره للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أعقد وفد اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية الإسلامية اجتماعا مع وزير خارجية إسبانيا خوسم مانويل الباريز وذلك في برشلونة وذكر موفد العربية أن وفد اللجنة قشبع وزير خارجية إسبانيا الوضع الحالي والمستقبلي في قطاع غزة أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة البناء على الهدنة في غزة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وشدد شكري على أهمية التغلب على أي معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة وتبادل الأسرة ينضم إلينا من جينين الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جينين سيد أيمن أهلا بك سيد أيمن الحديث الآن عن تمديد الهدنة والطرفان يبديان ارتياحا وانفتاحا أيضا لتمديد هذه الهدنة أي حاجة لدى الطرفين إلى هذه التمديدات وأي مخاوف لديهم أيضا في ظل دقت داخلي على الحكومة الإسرائيلية وأيضا في ظل حاجة لحماس لالتقاط الأنفاس نعم صباح الخير لكم والأستاذ المشاهدين والمشاهدات أنا برأيي نعم هناك رغبة حتيثة من الطرفين سواء حركة المقاومة في غزة أو من دولة الاحتلال لتمديد هذه الهدنة وأيضا هناك رغبة من الضامنين والوسطاء الدوليين يعني الدور المصري والدور القطري والرعاية الأمريكية أنا برأيي كل هذا يدفع باتجاه تمديد يعني الهدنة ربما من يومين إلى خمسة أيام من أجل الإفراج عن المزيد من السجناء والمعتقلين والأسراء أنا برأيي إسرائيل بحاجة ماسي إلى مثل هذه الهدنة لأنه من غير المنطقة أمام الرأي العام الإسرائيلي أن نفرج عن 20 أو 30 أو 40 من المحتجزين وأن نبقي الباقي في ظل بيئة خطيرة وفي ظل إمكانية تجدد العنف والكتال وبالتالي الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب لن يرحم من قبل الرأي العام الإسرائيلي كما أن هناك نقطة استراتيجية هامة الهدنة تعطي إسرائيل الفرصة أن تهابن في غرفة نعم سيد أيمن سنتضطر للتوقف ونشكرك جزيلا كنت معنا من جنين ونتابع إلى رامالله لمتابعة مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية شاهدين نتابع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في ظل مساعي الآن من أجل إنجاح هدنة إنسانية في قطاع غزة وبحيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بني من نتانياه وقد أبدأ ترحيبه بهذا الأمر نتابع مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة 52 يوم الماضية تظهر حجم الفضاعات التي ارتكبت مدفوعة بنزعة الانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وإبادة عائلات بأكملها وتدمير كل عناصر الحياة من مستشفيات ومدارس وجامعات وأسواق ومخابز ومحطات مياه وكهرباء ما يكشف عن الأهداف الحقيقية وراء العدوان الذي يستهدف الكل الفلسطيني إنما كشفته الهدنة من دمار أكبر من الوصف وهذا يدل على حجم الإجرام الذي مارسته ماكنة القتل الإسرائيلية على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة وأن المتسبب في هذا هو دولة الاحتلال وعليهم تحمل مسؤولية ذلك من جانب آخر بكلوب تنزف ألما من هول الإبادة التي تعرض لها أهلنا في غزة استقبلنا الأسيرات والأسرى من النساء والأطفال الذين تم الإفراج عنهم والذين سينالون الحرية خلال الأيام المقبلة إن رائحة الموت وعدد الشهداء في غزة وهنا في الضفة الغربية حرمنا من فرحة استقبال الأسرى فجأة أفاق العالم ليعي أن هناك أطفال ونساء في سجون الاحتلال ومرضى وأسرى يقضون مؤبدات في السجون الإسرائيلية نعمل على تحشيد جهد دولي ضاغط لوقف العدوان بصورة نهائية وهذا التحشيد الذي يجريه السيد الرئيس وهناك تكثيف أيضا للدعم الإنساني والإغاثي والطبي وإعادة توفير مكومات الحياة في كافة مناطق قطاع غزة وإعادة ربط خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وإدخال الوقود وصولا إلى فتح مسار سياسي حقيقي وجدي على طريق الحل السياسي الشامل بما يفضي إلى الاعتراف العالم بدولة فلسطين ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال من جانب آخر يرحب مجلس وزراء بالتصريحات والمواقف التي عبرت عن تضامنها مع شعبنا ومعاناته خاصة ما صدر عن رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة نتطلع إلى أن تساهم حالة التضامن الواسعة من شعوب العالم بممارسة الضغوط على حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مجلس وزراء على ثقة بأن الشعب الهولندي والحكومة الهولندية الحالية قادرين على الرد على العنصري جيرت فيلدرز الذي أنكر في تصريحاته حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي فلسطين وأن محاولة العبث بالأمن الإقليمي وأمن الدول العربية سوف نتصدى له لإفشاله يدين ملس وزراء الاقتحامات والتصعيد الذي تمارس سلطات الاحتلال والمستوطنون في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من قتل واقتحامات واستيطان واعتقالات جماعية ما يجري في الضفة يبرهن كل يوم أن الحرب هي علينا جميعا أولا يجب وقفها وثانيا من حق شعبنا الدفاع عن نفسه يتابع ملس وزراء العدوان على أهلنا في قطاع غزة وهنا في الضفة الغربية ويناقش الأوضاع الأمنية والسياسية وغيره بما في ذلك ترتيبات لدفعات من رواتب الموظفين مع نهاية هذا الشهر وشكرا تابعنا مشاهدينا هذا المؤتمر السحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة فوكس نيوز أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين على المدمرة الأمريكية يو اس اس ميسون بعد أن اعتقلت خمسة أشخاص حاول اختطاف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عدن وبحسب المصادر فقد فعلت المدمرة الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي على متنها إلا أن الصاروخين فشل في النهاية في الوصول المدمرة وتناطرا في البحر وأكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاجون قالق من نوعية التصعيد الأخير في المنطقة وكانت الشبكة الإخبارية الأمريكية تحدثت عن اعتقال الأشخاص الخمسة من قبل عناصر البحرية الأمريكية الذين لاحقوهم إلى السواحل اليمنية بعد فشل القراصنة في اقتحام الغرفة الآمنة على متن ناقلة وذكرت فوكس نيوز أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء أطلقته الناقلة التي كانت ترفع عالم ليبيريا وتحمل على متنها شحنة من حمض الفوسفوريك قبالة سواحل اليمن وعلى بعد نحو 54 ميلا بحريا من سواحل الصومان وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت اليوم عن اكتمال عملية عبور المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات إزنهاور إلى مضيق هرمز بالإضافة إلى مضيق هرمز بالإضافة إلى طراد الصواريخ الموجهة ومدمرات الصواريخ الموجهة والفرقات الفرنسية لانكدوك وذلك لدخول مياه الخليج العربي كما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية خلال وجودها في الخليج العربي من خلال دوريات ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية ودعم متطلبات القيادة في المنطقة ينضم إلينا من القاهرة المحل العسكري اليمني العميد جميل المعمري أهلا وسهلا بك سيد جميل سيد جميل تهديدات متكررة للحثيين باستهدافة السفن التي يعتقد أنها إسرائيلية على مستوى البحر الأحمر في ظل تصاعد وطيرة العنف على المخاطر الجيو السياسية التي أشعلت الحرب في غزة أي تأثيرات محتملة لهذه التهديدات في المنطقة على الأمن البحري في المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة للميليشيات الحوثية اليوم يا عزيزتي عندما تقوم بإطلاق صواريخ على القطع الحربية الأمريكية أو على أي أهداف أمريكية في المنطقة نعلم قيدا منذ بداية تأسيس هذه الحركة أنها عبارة عن حصابة لا يهمها نتائج ما تقوم به مثلما بدأت في التحرش في المملكة العربية السعودية وخاضت حرب استمرت ثمان سنوات دمرت كل شيء في اليمن لا يهمها عواقب هذه الحرب بقدر ما يهمها أن تقوم بقلب مكاسب شخصية أو مكاسب لهذه الحركة وقيادات هذه الحركة لاحظنا عندما بدأت هذه الحرب في غزة وما بين إسرائيل وحماس قامت بإطلاق بعض الطائران المسير أو بعض الصواريخ باتجاه إسرائيل ليس دفاعا عن المقدسات كما تدعي ولكن محاولة منها لكسب تأييد شعبي وعربي أنها هي حامية المقدسات الإسلامية وأنها هي القيهة الوحيدة التي تدقلت لدعم أخواننا في غزة ورغم أنها لا تريد ذلك وإنما تريد من خلال هذا فقط كسب تأييد شعبي وعربي تقاه الميليشيات الحوثية التي ظهرت لدى العالم أو ظهرت أمام المجتمع العربي والإسلامي أنها قماعة إرهابية وأنها قماعة لا تعمل إلا على تدمير اليمن وتدمير مقدسات القدرات الشعبية نشكرك جزيلا كنت معنا من القاهرة ولذلك الآن هي عندما تقوم بمكلا هذه نعم إذن مضطرين لمقاطعتك نشكرك جزيلا كنت معنا من القاهرة المحلل للعسكرية اليمنية العميد جميلا مع ماري شكرا على كل هذه التوضيحات تبدأ اليوم في برشلونة المنتدى أو يبدأ اليوم في برشلونة المنتدى الوزرية الأوروبية المتوسطي حيث يطغى ملف الحرب في غزة على المباحثات وذكر مراسل العربية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلقي كلمة في المنتدى ممثلا للجنة الوزرية العربية الإسلامية وأوضح أن إسرائيل قررت مقاطعة المنتدى وحثت دولا أوروبية على خفض تمثيلها فيه واستنتقادات من الخارجية الإسرائيلية لموقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ثانشيز من الحرب اتهم عبدالله باتي لرئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا القادة الليبيين بأنهم لا يريدون حلا لأزمة بلادهم وبعدم الرغبة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة ورأى باتيلي في حديث إلى مجلة جنافخيكا الفرنسية أن التدخلات الخارجية في ليبيا أمر واقع بطبيعة الحال ولفت إلى أن حجة التدخل الخارجي وسيلة مناسبة للمسؤولين الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم وتابع المبعوث الأممي بالقول المشكلة أن معظم القادة لا يريدون الانتخابات وعودة الاستقرار ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذا المورد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي استهدف الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك وذكرت الوزارة أن الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت ستنفذ هجوما على منشآت في أراضي روسيا نشرت كوريا الشمالية جنودا وأسلحة ثقيلة في نقاط الحراس القريبة من الحدود مع جارتها الجنوبية وفق ما ذكرت وكالة يونهاب عن مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية وكانت سول قد أعلنت اعتزامها تعليق بند في اتفاقية عسكرية أبرمتها مع كوريا الشمالية في 2018 احتجاجا على إطلاق بيونج يونج قمرا صناعيا للتجسس مشاهدين إلى المنتدى الوزاري الأوروبي المتوسط لعقد هذا الاجتماع في هذا الوقت المهم جدا أريد أن أشكر صديقي العزيز مع الوزير جوزيب بوريل أيضا وأريد أن أشكر الجميع لوجودكم هنا لأننا نواجه أزمة كبيرة جدا ولذلك علينا أن نعطي رسالة واضحة جدا من قبل الجميع اليوم من أجل أن نقف المجازر ونقف كل هذا العذاب في هذه المنطقة المتوسطية لأننا بحاجة أن نعمل من أجل توطيد السلام في منطقتنا المتوسطية أصدقائي الأعزاء فإن هذا الاتحاد من أجل المتوسط قد ولد من أجل العمل على توطيد السلام سلام شامل وسلام دائما في المستقبل ولكننا نواجه تحديات مهمة جدا ولذلك علينا أن نعمل من أجل أن نعيد بناء هذه الفكرة فكرة السلام فكما تعلمون فإن إسرائيل لم تحترم اتفاقية أوزلو وكما تعلمون عندما بدأت هذه العملية في مدريد كان هناك الأمل للوصول إلى مستقبل أمن ولكن إسرائيل عملت من أجل توطيد الاستعمار ومن أجل خرق اتفاقية أوزلو وأنا أتكلم هنا بأعيد كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن هناك أي خطوة من أجل التقدم نحو السلام كما تعلمون فإننا نحن الآن نرى أن هذا الوضع هو وضع فاجع وهناك مجازر كبيرة جدا الكثير من العائلات التي تموت هناك البنيات التحتية التي تمحى بشكل كامل في غزة فإن هذه القوة وهذا العنف الشرير لا يمكننا أن نقبله من قبل العالم فنحن في العالم العربي في العالم الإسلامي كان هناك إيدانة واضحة لكل هذه المجازر ولكننا نرى أن هناك إيدانة أيضا من قبل شعوب العالم نتكلم عن أكثر من خمسة عشر ألف فلسطيني قد قتلوا وبينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل أيضا ولذلك علينا أن نقف ذلك علينا أن نقف المجازر علينا أن نقف التمويل وأيضا الأسلحة التي تذهب للجيش الإسرائيلي من أجل القيامة بهذه المجازر وهذه العمليات العنين فعلينا أن نتأكد أن أن إسرائيل تحترم القانون الإسرائيل يمكنها أن تكون فوق القانون علينا محاكمتها أيضا ولذلك علينا أن نعمل من أجل أن نتأكد أن السلام هو مستقبل هذه المنطقة المتوسطية وأن أيضا غزة يمكنها أن تعيش بسلام وشعب غزة يمكنها أن يتكلم ويعمل بسلام في المستقبل على إسرائيل أن تفهم أنه لا يمكننا أن نقبل أن نرحل مليون فاصل سبعة مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة علينا أن نتأكد ونفهم أن هذا النزاع لم يبدأ في سابع من أكتوبر فإنه نتيجة عشرات من السنين قبل سابع من أكتوبر من العذاب للفلسطينيين بارح أحمد أبو الهيجة محمود أبو الهيجة وعمار الأوفا ومحمد فرحان خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة قتلوا أيضا كما تعلمون فإن هناك في الضفة الغربية مئة وتسعة وخمسين تفل قد قتلوا على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية ولذلك علينا أن نعمل بجدية من أجل وقف هذا العدوان من قبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من أجل أن نتأكد من الوصول إلى السلام فإن حل البلدين هو الحل الوحيد الذي علينا أن نعمل عليه من أجل التقدم كما تعلمون فإن السلم في الشرق الأوسط هو مهم للمنطقة برمتها والعالم أيضا ولذلك علينا أن نعمل أولا من أجل وقف هذه الحرب بشكل نهائي أيضا وأن نرسل المساعدات بشكل فائق وسريع الآن إلى غزة وأن نعمل أيضا من أجل وضع خطة مستقبلية من أجل الوصول إلى حل البلدين لا يمكننا فقط أن نركز على غزة علينا أن نعمل بشكل شامل أصدقائي وصديقاتي لدينا دور مهم جدا علينا أن نلعبه مع الأصدقاء الأوروبيين علينا أن نضع هذه الخطة ونضع الآليات من أجل التقدم بذلك لا يمكننا أن نرى كيف إسرائيل تخرق القانون الدولي دون ونحن مكتفون الأيدي علينا ولذلك علينا أن نعمل من أجل السلام ومن أجل الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي أيضا إسرائيل عليها أن تقف هذا الأعدوان وعليها أن تقف أيضا الاستيطان أيضا لأن للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي حق بالعيش بالسلام في المستقبل كما تعلمون فإن السلام هو للجميع لا يمكننا أن نقبل بسلام لجهة واحدة على غرار جهة أخرى ولذلك علينا أن نعمل على سلام شامل سلام شامل يؤكد للحريات وأيضا أيضا يعطي أجوبة للخوف الإسرائيلي علينا أن نتأكد أن هذا السلام هو يؤكد الحرية والكرامة هو السلام للشعبين أيضا وأنه يعترف أيضا بحق الشعبين بالعيش الكريم المستقبلية على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي أن يعيشون جنبا إلى جنب في المستقبل في منطقة التي تحترم سلامتهم أيضا وتحترم سلامهم في المستقبل ولذلك فإن الإقليم المتوسطي عليه أن يلعب دورا مهم جدا فإن النكبة اليوم علينا أن نعمل من أجل وضع الآليات والحلول الأفضل لحلها ولذلك فإن الاتحاد الذي نحن تابعون إليه عليه أن يعمل أيضا من أجل توطيد العلاقات بين الأدفات المختلفة علينا أن نعمل على أهداف مشتركة للسلام والاحترام كرامة الجميع فإن العمل الذي نعمل عليها هو الطريقة الوحيدة وهي حل الدولتين أيضا في المستقبل علينا أن نعمل أولا من أجل وقف هذا الاعتداء الغبي وعلينا أن نعمل أيضا من أجل احترام حقوق وكرامة 1.3 ملايين فلسطيني قد ترد من منازلهم أيضا علينا أن نعطي رسالة للعالم أجمع أن كل المنطقة المتوسطية تعمل يدا بيد من أجل توطيد السلام ومستقبل كريم وسالم للجميع من أجل أن نتأكد أن ليس هناك أي شعب لا الفلسطيني وأي شعب آخر سيعيش هذه الفاجعة التي عاشها الشعب الفلسطيني السادة الوزراء السادة ممثل الاتحاد من أجل المتوسط السيد الوزير سيد الباريس السيد السفدي أشكركم جزيلا على حسن استقبالكم وأعطيتم الصورة عن إسبانيا أشكركم جميعا لحضوركم معنا هنا في هذا المؤتمر أشكر إسبانيا على تنظيم هذا اللقاء إذن هذا الرقم القياسي من المشاركة الوزارية تبين وتبرهن على أهمية نقاشنا لهذا اليوم وأنا متأسف لغياب من غاب في هذا اللقاء المتوسطي لغياب إسرائيل في هذا اللقاء المتوسطي نتمنى حضورها في المؤتمرات المقبلة أنا واعي تمام الوعي بالصعار أو الغضب الذي يعم المنطقة لقد أحسست به في كل المناطق التي زرتها سواء في الأردن أو في فلسطين أو في إسرائيل وليس هناك ما يبرر ما قامت به حماس حيال المدنيين في السابع من أكتوبر الماضي وأن القوانين الدولية يجب أن تطبق في كل اللحظات وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن وكما قال ذلك السيد أوباما حول ما يجري في المنطقة أن التمرين الدفاعي لإسرائيل له أهمية وله تأثيرات كبيرة وغير مقبولة على غزة بحرمانها من المسائل الضرورية وبمقتل أكثر من خمسة ألاف طفل وتدمير وتهديم كل البنايات فغزة قطاع غزة كله مثل برشلونة تخيلوا أن المدينة كلها أصبحت ركاما إذن تخيلوا أهمية الوضع تخيلوا أن برشلونة كلها مضمرة هذه أمور ليست مقبولة فالسيد أمين المحكمة الدولية ليس فقط بدافع أخلاقي ولكن لأسباب إنسانية بدأ في الشروع في العمل مع المعنيين بالقوانين الدولية والاتفاقات الدولية لضمان استمرار هذه الهدنة هذه الاتفاقية للهدنة لمدة أربعة أيام على أساس محاولة تمديدها لتخفيف من الوضع التي يعانيها قطاع غزة وللخروج من الأزمة يجب علينا أن نبذل مزيدا من الجهود لضمان تحقيق اتفاق دائم وإيجاد حل سياسي يمكننا من وضع نقطة النهاية لهذه الضورات من العنف المتبادل وعلينا أن نعمل على تمديد هذه الهدنة وإلا فإن أقبل المستوطنين في الضفة الغربية غالبا بحماية الشرطة الإسرائيلية والجيش لا يجعل إسرائيل أكثر أمانا المستوطنات هي أكبر عبء أمني على إسرائيل ولهذا السبب فأنها تعتبر انتهاكا صارخا لنقال الإنسان الدولي وروعت لأن أرى بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتخصيص 43 مليون دولار إضافية لزيادة نشاطات المستوطنات وقد أدنتها لا جيش يمكن أن يضمن أمان الدولة أكثر من السلام قبل عدة عقود مع مصرات بتذلك ولكن اتفاق السلام هذا يبقى من دون سلام على الفلسطينيين الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقص الشرقية هو أضل وضمان لأمن إسرائيل لأننا كنت هناك أمن أو سلام لإسرائيل من دون دولة فلسطينية ولنا جميعا في هذه القاعة كلنا سنعاني من حواقب الفشل الدولة غير موجودة لا تزال دولة فاشلة ونحن نعرف معنى ذلك دول الجواري وخارجها المنطقة لا يمكن أن تصمد نكبة أخرى والعواقب ستكون أسوأ بكثير مما شهدناه من قبل هناك مخاطرة كبيرة علينا جميعا الاستقرار الأقليمي والأمن الداخلي المتجانس والمجتمعات المنفتحة ومصداقية القانون القائمة النظام القامل للقانون وقدرة على التعاون لمواجهة التحديات المشتركة من الإرهابي إلى الهجرة غير القانونية السلام بين إسرائيل وفلسطينيين أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة الأوروبية والشرق المتوسط وخارجها في جولتي في المنطقة سمعتم مشاركان العرب والخبراء الإسرائيليين أن حماس أكثر من مجرد منظمة إرهابية بالنسبة للأوروبيين بل هي فكر ولا يمكن قتل الفكر ما لم تبرهن أن لديك فكر أضل ومن أجل هزيمة إيديولوجيا حماس على الفلسطيني بحاجة إلى احتمال وأمل دولة يسرني أن أرحب بصاحب السمو الملكية الأمير فيصل من الملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين من الدول الإسلامية كضيوف الشرف لهذا الحدث إلى جانب شركائنا من مصر والأردن وجامعة الدول العربية الذين هم أعضاء في هذا الاتحاد المتوسطي أدرك من الشركاء أن العرب لا يرغبون بالتحدث عن ما بعد أو في غزة من دون احتمال سياسي وابح وهذا يجب أن نتفق على العمل معا من أجل هذا الأفق السياسي ولكننا لسنا بحاجة للتنييز بين اليوم واليوم الآخر أو التالي لأنها مترابطة ولا يمكن أن نصمت أفواه الأسلحة أو البنادق من دون توفير الاحتمالات أو الفرص للمستقبل العمليات ستنتهي وربما ستدون ضدعة أيام إضافية ولكن يجب أن نبدأ بالتفكير في كيفية الاستمرار بالعملية السياسية بدءا من اليوم ولذلك فعلينا أن نضع أطر وحجر الأساس للمبنى الذي نرغب منه وأعتقد بأن هناك شيء يمكن أن نتفق عليه أولا وهو عدم إعادة حماس إلى غزة كقوة عسكرية وسياسية هذه المنظمة أضرت بالجميع من ضمنهم الشعب الفلسطيني ثانيا عدم إعادة احتمال غزة من قبل إسرائيل والاعتقد بأنك سيزداد أمنك من خلال زيادة أراضيك هذا وهم أثبتته الخمسون عاما الماضية سيمنح وهم الأمن ولكن لن يمنح الأمن في حد ذاته وكذلك عدم الاحتلال غير قانوني للضفة الغربية وهو مظهر توتر كبير جدا وضرورة لحل نزاع الفلسطيني الإسرائيلي إذا ما اتفقنا على ذلك ربما نستطيع أن نتفق أيضا على أن الحل يتم من خلال العودة السلطة الفلسطينية إلى غزة السلطة الفلسطينية المنعشة لأن المنطقة من دون دولة هي منطقة ستسلم إلى الفوضى والعنف والإلهاب والهجرة وأوروبا ستكون أول من يدفع الثمن مسافتنا أو بعدنا عن هذا المعركة ووهم هي على بعد ألف كلمترات ولكن العواقب ستصل إلينا وهذا أحد الأسباب التي تدفعنا نحن الأوروبيين لأننا نكون جزءا في البحث عن الحل من خلال التفاعل القوي نعم لتسوية على أساس حل الدولتين بين أفلسطين وإسرائيل لأننا نقول ذلك منذ ثلاثين عاما والآن حان الوقت لتطبيقه سوف يتطالب الكثير من العمل وبشكل خاص ستطلب التحالف من أجل السلام من ضمن الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية التي تتحلى بثقة الفلسطينية وكذلك إسرائيل لتطبيق حدود التسوية التي يتم تفاوض عليها أيها الزملاء أن المسار تجاه السلام لا يزال بعيدا جدا ولكنه ليس غير ممكن في تاريخ أكبر النزاعات دائما هناك لحظة عندما تكون أحلك اللحظات تقود إلى فوق من السلام مع أن الحرب أصدحت الطاقة الإسرائيليين والفلسطينيين وأنا على ثقة من أنه لجانب الصدمات والعواطف كلا الشعبين يطمحان للسلام السلام القام على الفصل بين الاثنين ولكنه سلام لأن كلاهما لديهما حقوق شرعية لنفس الأرض لذلك يجب أن يتشاركون يجب أن نسمح لهم بمحاولة توصل إلى اتفاق حول ذلك وأن نساعدهم لوحدهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك وهذا هو هدفنا وهذا يبرر اجتماعنا هنا اليوم شكرا شكرا جوزيب عزيزي لديه كلمة نيابة عن فلسطيني سأختصر الآن في كلمة بسحة ذكرت بموقف الإسباني فقط أحب أن أثر أربعة نقاط ضرورية جدا لإسبانيا أولا أعتقد بأننا جميعا متفقون على أن أي أمة متحضرة دائما تحترم القانون الإنساني والعمليات العسكرية نشهدها في غزة تتسبب بمقترع أو عدد كبير جدا من ضحايا بالمدنيين فالنقطة الأولى يجب أن نوقف سفك الدمائي للفلسطينيين الأبرياء ثانيا بعد السابعة من أكتوبر يبدو جليا بالنسبة لي أن حماس لا يمكن أن تكون هي من يحكم غزة لأن حماس ليس لديها أجندة سلام أو تعايش أن قتل المدنيين الإسرائيليين الأبرياء بشكل متعمد وقاس غير مقبول حماس ليست شريكا للسلام في الشرق الأوسط ثالثا فقط السلطة الفلسطينية بإمكانها إخراج حماس من غزة صحيح أن السلطة الفلسطينية لم تنفصل عن غزة تتحدث مع رياض حول ذلك يوم أمس ولكن يجب أن نساعدهم على إعادة تأسيس مؤسسة سياسية فعالة وتواجد في غزة الدول الأوروبية والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي يجب أن نعطي استجابة إيجابية لسلطة الفلسطينية رابعا وأخيرا إذا ما أردنا للسلطة الفلسطينية أن تستعيد شرعيتها في كل مكان حتى في غزة فنحن بحاجة إلى تجسيد وتحقيقها لدولتين هذا ليس بالأمر الجديد هو في سنتاجات المجلس لشهر أكتوبر وفي إعلان القمة العربية والإسلامية وأفضل سبيل تحقيق ذلك إسبانيا طرحت المقترح هو من خلال مؤتمر سلام دولي لكي نتمكن جميعا من اتخاذ قرار دولي لدعم هذه الأجندة جددها السلامي والاستقرار فوق السكفة كالنداء عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وعزل حماس أو لا يمكن لحماس السلطة في المستقبل وتطبيق حالة الدولتين واليوم في بارشلونة يجب أن نبرهن أننا قادرون على قول هذه الأشياء معا وبقناعة وبوضوح شكرا جزيلا لأن أعطيها الكلمة لأي من العام لإتحادنا شكرا جزيلا أشكرك سيدة صفدي وجزيب بوريل والوزير الباريز وصاحب السمو الملكي أيها الوزراء العزاء أصحاب المعالي أيها السيدات والسادة بصراحة من المؤسف أن نرحب بكم هذا العام في بارشلونة تحت هذه الظروف المأساوية كما تعرفون جميعا كان مفترض أن نحتفل اليوم بذكران الخامسة عشر لاتحادنا والذي جاء كما تعرفون جميعا نعاش لعملية بارشلونة العملية التي أطلقت قبل حوالي ثلاثين عاما على أمالي طرحته اتفاق أوسلو والتي قدمت وعدا بالسلام والازدهار والاستقرار المشترك في منطقة يرمت وسطيا وهذا الوعد لا يمكن أن يتحقق إلا عبر السلام المتجذر مبني على حل الدولتين للأسف هذا هو نفس الوعد الذي فشلنا جميعا في تحقيقه أيها المزراء العزاء شاهدنا الهجمات المروعة والدموية في السابع من أكتوبر والتي للأسف أدت إلى أسر وفاة المدنين الأبرياء في إسرائيل قاد ذلك إلى وضع لا يمكن تصوره في فلسطين حيث نشهد فيه العقاب الجماعي لسكان بأكملهم وبتجاهل صارخ للقانون الثاني الدولي وقداسة الحياة أو حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال ليس فقط في غزة بل كما سمعنا من الوزير الصفدي بل كذلك في الضفة الغربية خلال الأسابيع الستة الماضية ووفقا لمضامة الصحة العالمية يقتله الطفل في كل عشر دقائق لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات موسيقى موسيقى